السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبابكم معي في فيديو جديد ونهار جديد حين جيناديا كما رأكم تشوفوا پودرة الطمات صنع منزلي پودرة الطمات في ميزون ألوغ أغادو معي وشوفوا الطريقة بعد اللي حاق تحت الطمات على فكرة درت أبقى 1 kg de الطمات et 2 poivrons رج 1 kg طمات مع زوج فلفلة حمرة أغادتها في الماء ونصفيت هذا كلمة اللي نطلع فيها أغادراني نرحي فيها كما رأكم تشوفوا ان شاء الله يعجبكم الفيديو تردوى على التصوير ننصور بيد ونطحن ببيد أغادراني حولي برك كما رأكم تشوفوا هكا جيتو ميكسي لطماتي وليبوهران روج على مباشرة غدين غدين اني نوريكم بلي هذا كلمة ليغلحتوا منها هذا كنخذه ونسي جامي بوغلا كوز بوغلا كوزين ونسي جامي ونفيدي مرقة ولا حاجة كما هاك أوغا وجد هاد البلاوت ليدخلوا للفرن درت لهم بابي دو كويسون هذا تاني غالين دي الله فيها شوية وقت تدير الوقت من نتيجة مرضية اللي تكون عندوها كانت طومات بزاف طيبة بزاف ويبغي الواحد دي دير بودغة مليحة صحية يتو لما لا الواحد دي دير الوقت التاع ويحضرها في المنزل بهذا الطريقة وطي لكم تدي الوقت كمام نقول لهم ندخلوا ونخرجوا ونحركوا هاد التومات كي تدخلوا الفرن ما نخلوش الفرن قاوي عليها ناقص الفرن درجة الحرارة تكون منخفضة يغي هادك التبخر هادك الماء السائل اللي فيها هذا ما كان مرضى النتيجة مرضية وبنينا بنينا في اللي سوس طومات والسيكن اللي سوس نديروهم هكا للليبات ولا بزاف أنا نفعبني صراحة أدل طريقة ما غديش غدي دايما نستعملها للأمانة لأول مرة نزنحها وعجبتني قلت عليها ما نبارتر جيهاش مع أحبائي ومتتبعي واليوتيوب هدي هي فايدة تاعو ونتعلم واحد يعلم واحد كان فكرة ده جاد في بالي ونفعتني نبارتر جيه معاكم لما لا نروحوا للمشتركين للمشاهدات جزاكم الله خير نتعاونوا ليد في اليد ولي ماشتلوش اليوم كيدي واحد يدير فيديو ما نشوفوش ماشي ما ما نشوفوش ما يكونش عندي وقت يتو اللو عقا كماران هكا نوريكم بلاك شدتو هكا لفا با غري تطلع من الاخرين هكا نوري نحرك غيب شوية هكا ونعاود نبلع الوفوخ ونعاود تاني نخلط هدي العمليات نقروها ببخي خمس مرات هكا حتى ست مرات نشوفوها نشف التمليح مليح نخرجوها بوالا هدي بعد مرور كمام لولون دمان بسكو خليتها نشفت برا في الشمس نطيبها في الفرن ومن بعد نخرجها برا اياوو هادو لبخيس كتعلي تخوا بلانج اللي تو ميئة ان بلاس كمسا ومام التان ياسف غي مات ما تعطيناش كمية معتبارة من فايد التحن مليحة عرغة اللي تعجبوا الوصفات ومينسليش اعجاب للفيديو ومشاهدته مع الاهل والاحباب وان شاء الله يعجبكم الفيديو هدا ما كان كما ركو ما تشوفو يلي اللي قوتية يسون انبو غري نحربو شوية لانشفو لي بزاف ما معليش ما ما اثرتش على 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 الكولار ويجيتو جا تبنينا ما شاء الله الضر وكرا انا ما زلت نطيب بيها هاد الفيديو رفيش عال عندي هنا اياه في التليفون ما قدرتش باش ندلو المونتاج وندلو هيا ما شا نقولكم ها ان شاء الله يعجبكم الفيديو سيتو هدا ما كان ما ننسوش الصلاة على الحبيب المصطفى والذكر والاستغفار والصلاة كما ركو ما تشوفوها كارانية نطحن فيها وتنطحن فاصل من فاصل أنا نبغي هاد هاد الافكار وهاد الاشغال والتدابير المنزلية ان شاء الله بيحاول الله تعالى الفيديو القادم ان شاء الله عن صناعة الصابون ان شاء الله ان شاء الله ها نتلقى ها نتلقى من بعد ان شاء الله هنخليكم مع الفيديو هاكا بلا صوت من بعد من بعد نتلقى ان شاء الله وان شاء الله ما رأيكم بدون اي اضافات اقصد بدون اي مواد كيميائية هكا وصراحة ان هاد الفكرة ما غادش تخطيني ان شاء الله تاني في هاد الصيف ان شاء الله كتكون مش غيش صيف كتكون عندكم هاكا طومات طيبة بزاف وحمراء وفيها داك الحم وفيها شماء بزاف وفيها الحم هلو ننتهزوا الفرصة ونديروا بودغ دو طومات في ميزون نمالا ولكن هكا نبغون طيبو في ليسوس ولا نديروا غيم وغرف صغيرة وديرنا لون وبن ولا اروع ولا كما عندي متعة في سنة هات الصابون عندي وصيب متعة في في سيناعة البودغ دو طومات البودغ دو بوافرون فبريكا كموندي والهريسة وصيب على الوقت كما دروك هكا نفوتها في هاد في هاد الصفايا هكا ولا في غرب ولا باش عطاش إلا وتكون هادو كل الحبيبات شوية أغلاض كما تزريع كما بودو شوية تبقى هكا بيضة تبقى الفوك المهم نصفيها غادي تشوفو شي يبقى غيح قليلا ملفوك هادي اللي تبقى ملفوك غادي نديرها إن شاء الله في الطعام ولا في البركوكس ولا في الشخشوخ ولا ولكن عاود تاني نعاود نن نيبس ها شوية كف الفرن عاود نطحنها تاني تنطحن فاصل الوغا هذا هي تدبير الشيناديا إن شاء الله ترضاوا علي دائما نقولها وسمحوا لي على كل حال ونتلاقا في فيديو آخر بحول الله اللي هو إن شاء الله إن شاء الله يا ربي ونهو صناعة الصابون صناعة صابون الصلب ولا صناعة طريقتي في تزويد وفي الاكثار من صابون من آلة الغسيل هذا زوج فيديو واترون في بالي بين ديرهم على وقيم راكم تشوفوها خرجة ما شاء الله وشاهد في الجنة وسمحوا لي هيا تلاقوا في فيديو آخر بحول الله تعالى أستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة